قاسم سليماني الشهيد الذي بشهادته أصبحت حياته أقوى وأفعل وأشد وأكثر حضورا نراه في كل ساحاتنا وجبهاتنا ووجوه قادتنا ومقاتلينا وشهدائنا في بنادقنا وصواريخنا وقذائفنا وعبواتنا في دموع الأطفال في صبر النساء في هذا الصمود الإسطوري اليوم قاسم سليماني حاضر في هذه المعركة بقوة وما نراه اليوم هو من ثمار تضحيات هذا القائد الجهادي الكبير تضحياته على مدى بالحد الأبنى على مدى عشرين عاما منذ أن تولى قيادة قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران والتي تتولى والتي تتحمل مسؤولية التواصل مع حركات المقاومة وساحات المقاومة من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران الحاج قاسم طبعا في المناسبات السابقة تحدثنا كثيرا ولكنني أريد أن ألخص في عنوانين فقط هذه الليلة لأصل منه إلى بقية العنوين ومنه لأصل أيضا إلى أبو مهدي العنوان الأول هو دعم حركات المقاومة في المنطقة ودول محور المقاومة لكن كان تركيز بشكل أساسي على حركات المقاومة في كل منطقة وكان إيمانه ومدرسته وثقافته ونهجه هو التالي دعم حركات المقاومة تقويتها تعزيزها عدة وعديدا خبرة تدريبا تصنيعا ومن علامات الإخلاص الشديدة في عمله للمقاومة أنه كان يسعى لتصل كل حركات المقاومة إلى الاكتفاء الزاتي وبتعرفوا لما دولي عم ترعى حركات عادة بعض الدول من أجل أن تبقى ممسكة بهذه الحركات لا تسمح لها أن تصل إلى مرحلة الاكتفاء الزاتي لتبقى مسيطرة على قرارها على خياراتها الحاشقاسم سليماني مع الكل كان يتكلم ويبرمج ويخطط ويعمل لتصل كل حركة مقاومة إلى مستوى الاكتفاء الزاتي لتعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على قدراتها على إمكانياتها على تصنيعها على رجالها على خبرائها على مدربيها على مخططيها على عقولها وتستغني حتى عن السند والعون الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية في إيران وهكذا واصل العمل اليوم مثلا لو أخذنا بعض الأمثلة لأن بعض الساحات في محاذير أن نتكلم عنها لكن مثلا في فلسطين خصوصا بعد الألفين حركة حماس وحركة الجهاد وبقية فصائل مقاومة ولكن بالشكل الأساسي حماس والجهاد وهذا لم يعد من الأسرار الإخوة في حماس والجهاد يعلنون ذلك في كل مناسبة وفي كل يوم الدعم التسليحي، الدعم المالي، نقل الخبرة، القدرة على التصنيع تبادل الخبرات، رفع الكفاءة، التدريب إلى كل ما حصل اليوم هذه البطولات وهذه الإبداعات وهذه الإنجازات الميدانية في قطاع غزة هي ليست وليدة يوم ولا وليدة سنة ولا وليدة سنوات هي والدة بالحد الأدنى عقدين من الزمن من العمل الدؤوب الذي كان يقوم به الإخوة في حماس وفي الجهاد وفي الفصائل الفلسطينية وكان الحج قاسم وقوة القدس والحرس معهم في كل ما يطيقون وفي كل ما يستطيعون نموزج آخر المقاومة في العراق المقاومة العراقية، المقاومة الإسلامية في العراق بعد سنة 2003 عندما بادرت فصائل ومجموعات من الشباب العراقي وأخذت خيار أن تقاتل قوات الاحتلال الأمريكي وبدأت بالقتال وجدت في الحج قاسم سليماني وقوة القدس السندة والعضدة والعونة والملجأة والملاذة والداعم والذي لم يتردد في تقديم كل عون ممكن من المال والسلاح والإمكانات والذخائر والتدريب ونقل الخبرة والمواكبة وهنا كان الشهيد القائد أبو مهدي المهندس رضوان الله عليه ونعم نحكي قبل تأسيس الحشد نحكي بال2003-2004 كان الشخصية المركزية الأساسية إلى جانب الحج قاسم سليماني في تنسيق عمل المقاومة وفصائل المقاومة والتواصل معها وإعانة الحج قاسم في حركة المقاومة في العراق والتي أنتجت نصرا عزيزا مؤزرا تاريخيا في مثل هذه الأيام أيها الإخوة والأخوات خرجت قوات الاحتلال الأمريكي من العراق عام 2011 صحيح كان العنوان هو اتفاق مع الحكومة العراقية ولكن الذي ألجأها إلى هذا الاتفاق وأجبرها على هذا الاتفاق للخروج والانسحاب هي المقاومة من 2003 إلى 2011 هذه المقاومة القوية المقتدرة أهلها معروفون أصحابها معروفون وداعمها الأساسي معروف ولم يتخلى عن دعم هذه المقاومة مع أنه في ذلك الحين وجه الأمريكيون تهديدات طويلة عريضة بأنهم سيقصفون مقر قيادة قوة القدس في طهران وأنهم سيقصفون معسكر لقوة القدس في مدينة كرش ولو أنهم سيقتلون الحج قاسم أينما وجدوه ولكن الحج قاسم لم يتردد لحظة على الإطلاق في مواصلة دعم المقاومة العراقية التي صنعت هذا الانتصار ترجمة نانسي قنقر